كتيبة الفراعنة تعود من جديد فبعد طي صفحة كان الجابون بدأ الفريق يستعد لانطلاق تصفيات النسخة التالية بالكاميرون وهي المسيرة التي يستهلها بزيارة تونس في مباراة صعبة حشد لها المدرب إكتور كوبر 25 لاعبا بتعديلات بسيطة عن اختياراته المعتادة فكان أبرز تغيير استدعاء لاعب وسط الأهل حسام عشور بعد سنوات من الغياب عن المباريات الرسمية للفراعنة كل ما يمكن انتظاره في هذا التوقيت وما نقشته مع بعض اللاعبين هو أن لا يكون الإرهاق قد نال منهم فنحن في نهاية الموسم وهي لحظة معقدة الحسابات بالنسبة للجميع والبعض يفكر في الإجازات والحصول على راحة بدلا من اللاعب استعدادات المنتخب المصري تخيم عليها أنباء ارتباط النجم محمد صلاح بليفربول الإنجليزي ما قد يدفع البعض للتهذير من إمكانية افتقاد اللاعب لتركيزه في مباراة هامة كتلك التي ستكون في رادس أعتقد أن صلاح ربما يفكر حاليا في مستقبله وخطواته القادمة على مستوى النادي لكنه كأي لاعب آخر يعتمد على مدير أعمال أو وكيل يدبر له مثل هذه الأمور وبخلاف ذلك أعرف لاعبي المنتخب المصري وهم ومن بينهم صلاح يحبون بلادهم ويتحلون بالتواضع وحين ينضمون إلى المعسكر لا يفكرون إلا في المنتخب الفراعينة تغلب على تونس في لقاء ودي قبيل انطلاق كان الجابون ولكن تغيير الطاقم الفني لنسور قرطاج مع اعتبار المباراة المقبلة رسمية يعني اختلافا كبيرا في حسابات كوبر ومعاونيه بعد أربعة أشهر من تحقيق وصفة كأس يوم إفريقيا بالجابون يستهل الفراعينة مسيرة التأهل نحو نهائيات الكاميرون المقبلة بلقاء صعب في ضيافة تونس وهي المباراة التي يخوضها المدرب كوبر بقوامه الأساسي المعتاد أمر في مدينس بورس